الحقيقة إنجازات كبيرة وكثيرة جدا خلال هذا الموسم موسم استثنائي بكل المقاييس الحقيقة لما تيجي تبص على هذا الموسم اللي حصل فيه هتعرف الدين ان انت بتحب نادي كبير وعريق وفخور بهذا النادي الكبير والعريق دائما الحقيقة برضو في نهاية هذا في هذه السنة انا حابب جدا جدا اشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته هذا المجلس عانى الكثير والكثير خلال الفترات السابقة سواء على مستوى الناحية الرياضية أو على مستوى مش عايزة اقول الاخلاقي لانه الناس دي بتحب النادي الاهلي بس كابتن خطيب بحب النادي الاهلي ما عندوش اي كابتن خطيب يعني مجلس الادارة كاملا يعني الناس دي بتحب النادي بس مش عايزة اي حاجة تانية مش عايزة اي حاجة من وراء حبها لهذا النادي المجلس ادارة النادي الاهلي بيرى من وجهة نظرهم ما يسعد جمهور النادي الأهلي ويسعد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ويحاولوا يعملوا على قد ما يقدروا هم شايفين الترجط بتاعهم حب النادي الأهلي وأن هم يكبروا اسم النادي الأهلي على قد ما يقدروا من وجهة نظرهم وبالتالي حتى لو كان هناك انتقادات من بعض من جمهور النادي الأهلي تجد أن هذه الانتقادات في نهاية الأمر أو في آخر الموضوع لما تيجي تقعد تفكر في اللي حصل معنا السنة اللي فاتت تحديدا تعرف ان احنا عندنا جمهور عبقري جمهور من اعظم جماهير كرة القدم في العالم لانه ممكن ينتقدك النهاردة بعد مباراة اخسرتها زي سان داونس خمسة اتنين ولكن يومين او يوم بالكتير بينتقدك وبيبقى قاسي عليك في انتقادك كلاعب او كمجلس ادارة ولكن في ثانية في ثانية بيقف في ظهرك وبيقف في ظهر هذا المجلس مهما كانت قراراته ومهما كان لانهم عارفين ان هذه المجموعة المجموعة اللي امام حضراتكم كابت الخطيب وبقية المجموعة الغرض اي خرار بيتم اتخاذه الغرض منه شيء واحد فقط وهو مصلحة النادي الاهلي بعيدا عن مصلحة اي من هؤلاء اللي موجودين انا مش عايز اقول للاسماء لانهم على رغم من المفترض ان احنا نقول هذه الاسماء لانه طبعا كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي امين السندوق في النادي الاهلي الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الادارة دكتور الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الادارة دكتور محمد سراج عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الادارة دكتور مهند مجدي عضو مجلس الادارة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة استاذة مهندسة مية عاطف عضو مجلس الادارة كل هذه الأسماء في حد ننسيتها شباب السيد محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة عشان كده بقولك هاتوا الصورة سامير فهذه الأسماء الحقيقة كلها تستحق مننا كل تحية وكل تقدير لأنه هم الغرض الرئيسي فيما في اتخاذهم أي قرارات هو مصلحة النادي الأهلي فقط دون أي شيء آخر عشان كده أنا بشكر هذا المجلس على السنة اللي فاتت وبقولهم أنه عندكم السنة القادمة سنة صعبة جدا 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 زي ما كابت الخطيب قال في الأهل استثنائي أو في حفلة الأهل استثنائي كابت الخطيب قال كده قال يا جماعة احنا خدنا حاجات كتيرة أو سنة استثنائية وكل حاجة ولكن في نفس الوقت قالها ثلاث مرات أنا مش حانسا اليوم ده ليه؟ لأنه هو يعلم أن السنة القادمة مش في الكرة بس في كل حاجة صعبة جدا 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 فأنا بقول مجلس إدارة النادي الأهلي وهياخد من كلام كابت المحمود الخطيب وقوله وقولهم السنة اللي جاية صعبة جدا 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 ولكن أنا متأكد أن حضراتكم قدها وقدود وان شاء الله مفاجآت إنشائية وهندسية قبل كل ده طبعا رياضية وجمهرية خلال الموسم القادم زي ما حضراتكم دايما وعدتونا كمجلس إدارة أن احنا دايما نبقى في أيدي أمينة وبالفعل كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذه الخمس ست سبع سنين اللي فاتوا سواء المجلس ده أو اللي قابله علشان بالفعل كان هناك اسم واحد فقط الكل بيعمل لصالحه وهو اسم النادي الأهلي فشكرا جزيلا لحضراتكم